يسعد مساكم ومشاهدينا في حلقة جديدة من خبرياتنا بلا حدود اليوم رح نسلط الضوء كمان على العرض المباشر للحادي عشر معي رح تتابعوا فيديوهات المشتركين مين رح يغادرنا ومين رح يضل معنا وفي البداية رح نشوف سوا شو قدم المشترك نور الدين أمين عن فئة الأفلام والسينما في التحدي الحر هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين ذا روك دوين جونسون والمخرج برات بايتن التعاون الأول كان عن الفيلم سان اندرياس ولو ذاك الفيلم ما حلو بس خلنشوف هذا الفيلم تعالوا قصة الفيلم عن معركة بين غوريلا تصير عملاقة من وراء تجربة طبية ومعركتها مع تمساح أملاق وذيب أملاق وعضلات دروك الأملاقة كل هذا بفيلم واحد دعنا نشوف أكيد الفيلم مسلي يلا شو رح يدي الفيلم واو الفيلم سخيف وممل جدا ليش ليش السيناريو كان غير موفق الحوارات غير ناضجة الأحداث تتوقعها من أول لقطة عبارات غير مضحكة ويحطون ذا روك بمواقف حتى لو سبع البرنبة ما يطلع من أده أما أسوأ شي بالفيلم كانوا الأشرار حواراتهم سخيفة تمثيلهم سيء وردود أفعال معلبة من كل الشخصيات مصحوبة بمؤثرات بصرية الفيلم كانت غير مقبولة ما على الأسف على هذا الفيلم اللي تحمست له وتوقعت أنه رح ينقذ الأفلام اللي مقتبسة من الفيديو جيمز تقييمي الفيلم أربعة من العشرة بليز لتضيعون وقتكم وتجنبوا هذا الفيلم مع السلامة يارا وهي عم بتشوف فيديو نور الدين كانت عم تضحك كثير خلينا نتابع ونشوف ليش يارا سمعتك شفتك عم تضحك شو رأيك بإبداع نور الدين ما رح أشوف الفيلم كلش هادي أول شي وصلت الرسالة لا وصلت الفكرة لا أول شي انصدمت بالفكرة قدي جديدة وقدان إحنا متوقعين أنه يخبرنا عن فيلم قدي حلو روح وحضره بس أنه مش حلو سخيف فأخي لا ومعصب عم يحكي معصب وبي هيك بيردت فاعل يارا صدمت من الفيلم اللي قدمه نور الدين بالتحدي الحر وما حبت الفيلم وحست أنه سخيف وما رح تروح تحضره بس يا راح حبت شي بالمشترك نور الدين أنا أحب كثيراً لهجته العراقية فأصبح مركزة معه بالتفاصيل لا أعلم شكراً 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 وسألنا فايا كيف كانت كتابة نص الفيديو الذي أقدمه المشترك نور الدين عن فئة الأفلام والسينما كثيراً حبيت يعني أدعم تحكي بشغف يعني عن جد مثل ما قالوا وصدقنا أنه أنت عن جد مهتم وحتى بفهم غضبك لأنه قد ما عملوا له ماركتينج والتسويق للفيلم كانت التوقعات كثير عالية وكل حدفات قال لي ما تحضري فحسيت أدائك يعني مقنع والنص حلو لأنه فيه وهيك حس الفكاهة يعني يبع له التمثيل مش النص الفيلم وسألنا نور الدين أي نوع من الأفلام اللي بيحبها أكثر أفلام أحبها هي الخيال العلمي وأفلام الكوميدي وأنا رعب وأنت أيضا؟ الرعب الرعب أنا ليس كثير أحب يجب أنت أتوقع أنا لا تسألني لكن الرعب نعم وفي التحدي الحر نور الدين أبدع في الذي قدمه وكان أراء لجنة الحكم جدا إيجابية نتابع ونرى ما كانت علاماته دعنا نرى العلمي إذا ترعب أم 74 يا رأة أعطيت علامة كاملة سنضيفها 74 على العلمي الأولى ونرى مجموعة العلمي 140 وفي المرتبة الأولى الآن نور الدين شكرا شكرا مشاهدينا من روح فاصل وراجعين مثل ما شفنا التحدي الحر فتح المجال للمشتركين عشان يقدموا أفضل ما عندهم ليتنافسوا بلا حدود التحدي الحر مستمر مشاهدينا دعنا نتابع ونرى راشد المتعب شو قدم موسيقى الآن نتابع وليو شكرا المترجم للقناة الفكرة اللي قدمها راشد متل ما شوفنا هي الرسم باستخدام أكواب مي مستخدمة من قبل بس راشد قدمها بطريقة جديدة وفيها إبداع أكتر انتابع شؤالة يارا واسمتك رسالة راشد كانت حب شوف هيدا الفيديو قبل يكون أول انطباع لأنه هيدا شي جديد وهيدا منتظرينه رح أعطي علامة كاملة هلا لها راشد لأنه هلا ما في شك أنه راشد معروف دائما راشد وهذا دائما مبدع بس كفكرة نحنا عم نحكي هلا خمتة من خمتة أما أكواب المي اللي استخدمهم راشد المتعب في الفيديو خلينا نشوف كارلا لشو استخدمتهم إنه الكبيات يلي استخدمها راشد بالتصوير قعدنا تنظيفها لإعادة استخدامها من جديد بما إنه نحنا من مشجعي إعادة التدوير راشد احتل المرتبة الثالثة عن الفيديو اللي قدمه ولسه نور الدين أمين بيحتل المرتبة الأولى 73 لراشد رح ممضيفة على أول علامة ومتشوف مجموعك وترتيبك عوضت تقريبا عن أول علامة 131 بالمرتبة الثالثة شكرا لإلك راشد منروح فاصل وراجعين أما جينان وكيل من سوريا عن فئة الشار خلينا نتابع كيف قدمت مضمون التحدي بطريقتها الوقت شوكة في حضرة الأشواق فهل لك أن تكفكف قصوة الانتظار سل شهب المساء عن عشق الدفين سل حارس البناء عن سهر الدقيق يتغيب عاما ليطل على شرفة القلب وينشد تراتيل الشوق الرقيق ملكاتائهم لا تعرف وقتا للمجيء أهديك ساعة علك تعي موعد المفيقي أنا لم أتحالف مع الوقت عليك هي عربات تتزاحم في الطريق ولكني أقابل برعم العشق بأضعافه وشوقي أطول من هذا الطريق تشفعت لك اليوم رائحة الكتب فحزاري حزاري من سرقة الرحيم نروح ونتابع شو كان تقييم لجنة الحكم ما بدي أكي عن الشعر لأنه الشعر أكيد مثل العادة يعني معروف جنان كيف بتأثرنا بشعره بس حسيت الفيديو اللي قبل حبيته أكتر من هيدا أوكي شكرا لإليك يا را نائل نشوف شو راضي عن قد جنان هو الفيديو طبعا الأولاني لا شك أنه يعني مستوى تاني خالص أنا كنت قلت لك على الفيديو الأولاني قلت عادة ما بنحبش أن احنا نحط صورة مع الكلمة بس أنت توفقتي أكتر في الحتة دي كان لازم تعملي كده هنا حسيت شوية الكليشي أنك تجيبي الساعة وتعملي له كده وبعدين فاهمت تروح مقطع وكلام أعمق من فكرة أنه واحد بيقابل واحدة في سينما وبعدين رجعت تاني وبعدين فجأة جاب لها كتب فما بقيتش فهم القصة فين تأخر واحتراء عمل وقت الانتظار I know I know بس كان شوية كليشي يعني أنا حسيت كليشي والأدتينج بتاع وانتي عادة على الكنبة ما عجبنيش قوي كان سريع قوي أن أنا أخذ بالي بتاع مقسومة نصين وانتي قاعدة مستنيها في حاجة غلط في الفيديو ده الشهر أقوى من التنفيذ التنفيذ الفكرة بس شهر الأولاني في أول فيديو هو أول فيديو أكيد أحلى عملاقي يعني عالمي أول فيديو صراحة دام شكرا وائل فايا صرت استحي بس أقوله ولا وائل شكرا بس إنه مشبورة فايا التزمت جينان بملاحظاتك ملاحظاتي نعم يلا تتياها الأسبوع الماضي هلا بدنا نقارن جينان بما أنه لهالمرة التحدي حري يعني بدنا نقارن بأول فيديو لأول أسبوع عملته جينان أكيد في تطور أكيد مئة بالمئة ولكن هذا الفيديو تحديداً يعني جينان هي لأنه التطور أو التطور تشعر أحياناً يتطلع وينزل هلا أكيد كله تتطلع ولكن أنا اليوم الفيديو أحسيته قليلاً معجوب يعني أعرفتي لما أضع كل شيء في الطبخة فتنتزي على الطبخة يعني أنا أكثر للبساطة كيف نوصل يعني غير أنه القصيدة حسيت فيها كثير جمل دايريكت ومثل ما قال واقل شوية كليشي أو كثير إن عملت قبل كمان الفيديو حسيت فيه لقطات حتى أنت عملتها يعني أنا اليوم إذا بدي شوف جينان إذا أنا بتابعك على الإنستغرام بعد فترة بمل بدي شي جديد يعني فأنا هون حسيتك يمكن عم تكرري حالك وحسيت فيه كثير التفاصيل بالفيديو ضعط يعني مثل ما شفنا أراء لجنة الحكم كانت إيجابية تقريبا مع بعض الملاحظات جينان مرة بتطلع ومرة بتنزل في تحضير فيديوهاتها أما فايا حست أنه فيديو جينان ما كان مرتب ومعجوق شوي ورحنا سألنا جينان شو ممكن تعطي حالها علامة بالإبراهيم الأول 2 و 3 اليوم شي 8 9 آه 9 9 فيه فيه فرق كتير كبير بس العلماتي كانت دائما تكون عالية بعدك أنا لست لهم نشوف هلا شو كان ترتيبها عن موضوع التحدي الحر نشوف المجموعة آه 98 بالمرتبة الرابعة جينان شكرا لإليك للأسف جينان مهددة للوقوف في منطقة الخطر حسب ترتيبها اللي شفناه هلا نتابع فيديو عبد الرحمن الحريري عن فئة الرياضة شو قدام في موضوع التحدي الحر موسيقى هلا صار الجو حار وبلشت العالم تنزل على البحر كلنا منحب أجسامنا تكون حلوة على البحر كرمال هيت رح أعجيكم 3 تمارين اليوم تساعدكم وتضبطوا فيها أجسامكم من الصيفية بس قبل ما نبلش التمارين لازم نحمي جسمنا موسيقى التمارين الأول هو وضعية الفرانكوزيشن ومن مميزات هذا التمارين أنه بيركز على بناء عضلات المعدة وشد التراهولات في أسفل الظهر التمارين الثاني بساعد على شد المؤخرة وتخلص من السلولايت اللي موجودة بالأرداف التمارين الثالث بيركز على جميع عضلات الجسم ومن مميزات هذا التمارين أنه بيحرق سعرات حرارية كبيرة فبساعد على تخلص الدهون من جميع أنحاء الجسم وهيك صرتوا جاهزين لتروحوا على البحر تتمرنوا وتنبسطوا مشاهدينا هالعامل التأثير الذي عمله عبد الرحمن في التحدي الحر كان قوي وخلّى وائل يتحمس أنه يعمل الرياضة خلينا نتابع ونشوف أه تحمست عايزة أحرق دهوني كلها بتخفيف أكل قبل مهلاً لذين مع بعض لكن استحال أقوم بعملها على الرملة أنت زمانك سفيت كمية التراب مش طبيعية كمية رملة مش طبيعية صح؟ أهو إذا تعملها صح ما بترمي التراب وراك ما بترمي التراب فوقك فالذي طريقة لكن أنت بتنصح الناس يعملوها على الشط كده على الرملة أكيد أكيد بتفوت بجو هاردكور وتتعرق بعدين الرياضة عبارة يعني عن تحدي تحدي عبارة عن ليس بلبيس كلافز تناعت؟ لا تمام هو طبعاً أكيد حتى فكرة فكرة الأدتين جديدة أنا كتقسم الشاشة والآخر وأنت كنت فاري أبتميستيك هو بس آخر حتة دي اللي حاستها شوية أوتوف مود الناس وي بتلعب فاليو بتاعها طيب يفرجيك الأجسام من بعد التمارين أسألنا يا را كمان هل عبد الرحمن قدم شي جديد وإضافة في هذا التحدي خلينا نتابع هيدا الفيديو يعود الفيديو اللي قبل اللي كان يعني سيف مثل ما قلنا ذات الحركة الأخيرة آه الحركة الأخيرة أنا تحمست كتير على الحركة الأخيرة كتير حبيت أول شي لأن كتير صعبة وكتير بتحرق بحب أنا هيك التحدي إنه بيربي إيه إنه بيربي صحيح هيدا موضوع يعني بتحس لكل قبل ما تبلش الصيفية كل الناس بتطلع بتشوفها على الطرقات عم تمشي ويلا بدأتبلش بثلتة شهر مش هالأربعة تعمل تعمل بثلتة شهر التبديع يعني المبين عمل مع أنه الفكرة غلط لازم نبلش من قبل ولازم كل يوم نشتغل على هيدا الموضوع حلم الفكرة كتير شفتك همترك دي على التردمل على الإنستغرام عأي سرعة كنت همترك دي أكتر شي أكتر سرعة أعطيك العافية أعطيك كتير كتير نحن بالمتزار أكيد العلامة إن شاء الله تعود لك عن أول علامة أما ترتيب عبد الرحمن فكان دي غريلتلي دينجرزو مي و سبعة بالمرتبة ما قبل الأخيرة شفت مش من قلبي ألا عبد الرحمن خلينا نتابع اللحظات الحاسمة ونشوف مين رح يغادرنا الهبوخ بمنطقة الخطر وبهالمرحلة صار أصعب على الكل لأنه التحدي صار بين الأقوى ووحده تصويت الجمهور بيقدر يكون الحكم الحكم الفاصل ليرجع الأفضل للمنافسة بينما التاني للأسف بغدرنا دقائق ونعرف مين صاحب الحز من بين عبد الرحمن وجنان مين رح يكسب هالجولة بتصويت الجمهور ونشوفه لبرايم الجاية عبد الرحمن هايدي تالت مرة بيكون موجود بمنطقة الخطر وجنان تاني مرة ودموع على جنان أهم بكتير من الكلمات اللي بتكتبها أو الكلمات اللي توجهت فيها للجمهور الليلي عبد الرحمن لو عنده روح رياضية أكيد ما رح يتقبل كتير أنه يغادرنا خاصة أنه صرته قليل صرته مثل الأخوة وكلنا صرنا مثل الأخوة بهالبرنامج التصويت توقف مين بين عبد الرحمن وجنان بيغادرنا الليلي أنا اليوم بالزيت وبعتقد الحلقتين المقبلين بدأ يوكل واقل مهمة يعلن الاسم لأنه صراحة مهمة صعبة وبتزاعد النتيج صارت جاهزة والمشترك يلي أنقضوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو جنان وكيل ألف مبروك لإلك عبد الرحمن تمنياتي إلك بتوفيق شعلك المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدوث نلتق من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهوى عبر شاشة التلفزيون الآن أربع مشاركين نجحوا بالوصول لها المرحلة من المنافسة وهن مصررين على النجاح وتحقيق الحلم بالوصول لما كانت مؤثر على مواقع التواصل اجتماعي مثل ما شفنا مشاهدينا للأسف غادرنا عبد الرحمن الحريري عن فئة الرياضة وجنان كانت متأسرة وعم تبكي كتير وهلأ مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم كنت معكم لوريس الحراني تصبح على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة